السلام عليكم كديري اللبس عليكم ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة ان شاء الله يربي اليوم مع فيديو جديد ووصفة جديدة هادي فيديو اللي غادي نحضر معاكم فيه تواجين مغريبي آسيل غادي نحضر معاكم تواجين ديال الحم بالبرقوق والعنب داي تيجي زوين بزاف والطريقة اللي سهلة وتقدروا تحضروا بحل كي يجي بحل ديال العراسات تيجي بالديد بزاف غادي نخليكم مع المقادر وطريقة تحضروا اكيد غادي اختصر لكم الفيديو باش ما نطول شالكم خليكم معاي غادي نبدو على بركة الله خديت الحم عندي عندي هنا الحم البقري بالنسبة الكمية كديرو على حسب المسوفة لعندكم اكيد والكمية اللي بايتون شومه من بعد ما غسلت شو خليتو تسقطر ادرتو فطاجين ديالي وخديت شوية الملحة اضفت الثاني رسم علقاء ديال البزار على الشكل هذا كما كتشوفوا بالنسبة لخلق محاق عندي معلقة صغيرة عامرة من بعد غادي نضيف حد لكنورة ديال البقري كما كتشوفوا صراحة كتعطي حد الماضي قزوين بزاف غادي نضيفها وغادي نحوك شوية ديال التومة بالنسبة للتومة عندي هنا هي ثلاثة ديال فصو صغارين وغادي نضيف نصف معلقة صغيرة ديال البابريكا اللي هي تحميرة كما كتشوفوا وغادي نضيف واحد ده ما ديالت زعفران إلا عندكم زعفران حر ستضيف واحد شوية وغادي نضيف كذلك واحد رسم علقة ديالة القرفة كذلك غادي نضيف واحد رسم علقة ديالة القزبر كارم وغادي نضيف المفهد مرحلة هذي وغادي نخلط هذه الحيمة مزيان حتى تشرب ليا ديالة العطرية اللي فيها وغادي نضيف دابا كما كتشوفوا من بعد ما خليت ديالة الحيمة حتى ارقادت على خطرها في ديالة الطاجين عاد غادي نضيف على البصلة بالنسبة للبصلة انا درت بصلة كبيرة وحدة إلا بغيته كتر كتدفه كتر او لا كدفو جوج بصلة صغارين المهم انا دفت بصلة وحدة اللي لشلطت على تشكل هذا من بعد غادي نضيف البرقوق كما كتشوفوا مجفف غادي نضيف فهذا المرحلة هذي تنضيف كل شيء في الطاجين كما كتشوفوا غادي نستفو ونرتبوا من بعد غادي نضيف عليها العنب اللي هو الزبيب حتى اوه غادي نضيفه الفوق صراحة كيجيو حد المزيج اللي هو زويت بزاف ما بين هذي الحلاوة ديالة البرقوق واللي الحلاوة ديالة العنب كسعتين للبرقوق ولو بصيلة يجيو حد المزيج رائع والديد بزاف صافيفة كما كتشوفوا اضافت العنب اللي عندي كتدروا الكمية اكيد على حسب شحال عندكم انتوما يا ديالة الحم صافي دابة في هاد المرحلة هذي غادي نضيف شوية ديال الزيت شوية لحقاش الحيمة مازال في هالشحمة مبغيش نضيف زيت بزاف باش ميجينيش مدهان صافي وغادي نضيف واحد الكاس ونص ديال العنب وغادي نضيف حجوج عويدات ديال القرفة على هات شكل هذا كما كنتشوفوا را ما بقيت غادي نضيف لي حتي شي حاجة الاضافة اللي ضفنا للحيمة لها غير صافي دو كل التوابيل ومن بعد ما غادي نغطي وغرا غادي يتلقبوه ديتو صافي وغادي نخلي يتبع لعافية مهيلة حتى يتبع لخاطره كيفما كنتشوفوا هاو طواجين ديالي طاب صراحة جمع لك وجه رائع 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 ما زال هنا يا من بعد ما طب ضفت علي ايش شوية ديال زنجلين كيبقى اكيد اضافي لما بتوجد فوه ما تضيفوش كيفما كنتشوفو راتي يجي رائع ملعلك صراحة ما نقولش لكم على المدق غير جربوا هالطريقة كيفما شفتوا ريس سهلة يعني اي واحدة ما عمرها مازال داد طاجين تديرو بسهولة كتجي ديك المريقة معلكة وتيجي داك اللحم بحال يزقولو رائع محمار صراحة كيجي لديت بزاف غير جربوه وضوقوه ما نقولش لكم مدق صراحة زوين بزاف صافي بالنسبة للزين غاد ندفغي شوية البيض من الفق عادي اه تديرو اللي بغيت انتوما بالنسبة للزين نتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي وما ان الاعجاب ديالكم صراحة صراحة جطاجين رائع والله العادي مجازوين بزاف وجامع لك وجال مدق ديالو روعة غير جربوه ما غاديش ندمو لي وإلا جربتوه وعجبكم ما تنسوش ومتبخلوش عليا كذلك بالكومنتر وباليجام اه لأول مرة كيشوف القناة ديالي كنتمنى تابنوا فيها تديرو جام تفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد من عندي ان شاء الله وما تبخلوش عليا اه كما قد لكم باليجام دروري لجام البنات ما تنسوهمش اه واللي شاف الفيديو ديالي كنتمنى اتبار تاجيه مع الناس والاحباب والاصدقاء ديالهم باش تعمل من فائدة وبسلام عليكم الى فيديو جاي